مشاورات الكويت تستأنف جلساتها من جديد بعد أن علق الوفد الحكومي مشاركاته احتجاجا على عدم التزام لإنقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي قال إن عودتهم تأتي تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية الذي عقد قمة مصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة وأمير قطر في الدوحة تلقى فيها ضمانات دولية مكتوبة بالالتزام بمرجعيات المشاورات مصادر إعلامية صرحت لقناة بلقيس أن ولد الشيخ ناقش مع الوفد الحكومي على حدة موضوع حل الميليشيا المسلحة وآلية تحولها إلى حزب سياسي بعيدا عن السلاح كما طرح الوفد الحكومي مسألة العقوبات الدولية لقادة الإنقلاب الذين ذكرتهم قرارات مجلس الأمن وأهمية استبعاد هذه الأسماء من المشهد السياسي قبل أي اتفاق سياسي مصدر حكومي أعرب لصحيفة الشرق الأوسط عن عدم تفاؤله من عودة المشاورات وقال إن وفد الإنقلاب يصر على التمسك بالسلاح ويبحث عن عملية تقاسما للسلطة بعيدا عن أي مرجعيات وقال المصدر إن وفد الإنقلاب جاء إلى المشاورات لهدفين هما الالتفاف على قرار مجلس الأمن 2216 وشرعنة الإنقلاب من خلال المطالبة بحكومة توافقية وإلغاء شرعية الرئيس هادي هناك تحص كبير بما يتعلق بوقف العمليات القتالية لا يتوقف المبعوث الأممي عن إبداء تفاؤله بإحراز تقدما في المشاورات رغم أن أجواء استئناف المشاورات بحسب المصادر لا تختلف عن أجواء بدايتها قبل خمسة أسابيع ونقاط الخلاف بين الطرفين لا زالت كما هي فما الذي تغير حتى نتوقع نتائج مختلفة عدم إعلان الطرف الإنقلاب موافقته على القرارات الأممية وعلى المرجعيات هو أكثر ما يعقد مسار تقدم المشاورات بحسب مراقبين ما يجعل مستقبلها أقرب للإنسداد خاصة في ظل عدم زحزحة ملفات اللجان وأبرزها لجنة المعتقلين التي كانت قد أعلنت أنها ستفرج عن خمسين في المئة من المختطفين بينما لم يتم الإفراج حتى عن الصحفيين الذين مر على إضرابهم عن الطعام أكثر من 12 يوما وصرح أهاليهم أنهم في حالة صحية خطرة تتطلب نقلهم إلى المشفى يتساءل اليمنيون ماذا بعد مرور خمسة أسابيع للمشاورات دون أي نتيجة وكم سنحتاج حتى تتحسن أوضاع الناس وتعود دولتهم المخطوفة لكن الآمال دائما ما تكون بعيدة عن الواقع والواقع وحده من يصنع الحقائق على الأرض ولو كانت مرة ترجمة نانسي قنقر